الرئيس السيسي في الإمارات زيارة لها دلالاتها المهمة من حيث التوقيت والملفات التي يناقشها مع المسؤولين الإماراتيين على المستويين الثنائي والإقليمي فأثناء لقائه بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان أكد السيسي أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تحديات كبيرة على جميع الدول العربية ما يستلزم تضفر جميع الجهود العربية لتعزيز الأمن القومي العربي من جانبه جدد محمد بن زايد موقف بلاده الثابت بمساندة مصر على جميع المستويات مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة برمتها لما تشكله من عمق استراتيجي وتاريخي للعالم العربي كما أشاد بن زايد بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول ناجزة للأزمات التي تشهدها فضلا عن جهودها الكبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف الذين يستهدفان أمن واستقرار مصر والمنطقة برمتها الزيارة تأتي بعد يوم من لقاء الليبي المهم جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر تم الاتفاق خلاله على البدء في عملية سياسية تنقذ البلاد من ورطتها ولا يخفى على أحد ما تمثله ليبيا من أهمية لمصر واهتمام القيادة السياسية بالتوصل إلى توفق بين الأطراف المتصارعة هناك والجهود التي تبذلها مصر والإمارات من أجل التوصل لحل ينهي نزاع الليبي ويعيد الاستقرار للبلاد بعيدا عن التدخلات الخارجية زيارة هي الرابعة لدولة الإمارات العربية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتفاهم بين الجانبين في مختلف القضايا ويرى المراقبون أن علاقات البلدين تتسم بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها وتملك من مقومات القوة ما يبقيها على قدر متانتها في المستقبل